موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفة لهذه الحلقة الأديبة والناشطة الأردنية هيام ضمرة تابعوا حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد موسيقى كان فارس في آخر الزمان مضى بلا حصان كان فارس في آخر الزمان مضى بلا حصان يصول أو يجول في الميدان وصيفه من الخشب مدعيا بأنه يذود عن كرامة العرب فرسان أمتي على رقاب الخيل نائمون وبالكلام إن صحوا يحاربون ويحسبون كل حرف من كلامهم سبيكة من الذهب غبار حربهم من خلفهم يثور كأنه السراب أصواتهم في الجو تطعن الهواء كأنها حراب إذا تقدموا صاروا إلى الوراء صهيل خيلهم ثغاء وأفصح المحاربين فيهم ببغاء وإن تغزلوا في الشعر بالسلام رأيتهم في سوق صمتهم يتاجرون بالكلام يقايدون الحرف بالرغيف فجوعهم لخبز عنفوانهم مخيف يقايدون الحرف بالرغيف فجوعهم لخبز عنفوانهم مخيف فرسان أمتي كلامهم مع خصمهم في غاية اللطافة وإن تحدثوا مع بعضهم فالحقد والخصام والجلافة فرسان أمة انتصارهم على عدوهم خرافة لكنهم يبروزون في الخيال نصرهم يعلقونه كلوحة على جدار حلمهم فتكتب الصحافة بأنهم فرسان آخر الزمان وكل فارس منهم بلا حصان غاضب أو سيف وإن سألته عن السبب أجاب إنها يا صاحبي معارك العرب ولا تسألني كيف يدخلون الحرب كيف ولا تسألني كيف يدخلون الحرب كيف بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي معكم الكاتبة غيلاسي سندس السبيل وهذه هي رواية ألوتيا أول رواية لي صادرة من قبل دار الأمير للنشر والترجمة والتوزيع تحكي أحداث بيوايا عن معاناة فتاة تعيش مع إمرأة تدعي بأنها أمها فقد مزجت حبرة كتابتها الأسود بالدرشيد الخيال لكن من حين إلى آخر يتخلى لذلك السواد الكئيف ألوان الأمود والتشويق تخرج قارئ بنسمات أزاهية الألوان من مصرحية أحزان الرواية ولانت بالذكر لغز أدرشته لأصحاب القراءة التحليلية سأقرأ عليكم بعضا من صدور صفحات الرواية تنهدت طويلا بإرهاق دون أن تجد جوابا لأسلتها المتراتمة وتوجهت نحو لفتتها الصغيرة وفتحتها تسلل دور قمر مشيعا غرفتها بسنى خيوطه الغيضاء حضورا لتيري وازدانت السماء الصافية برجوم تلألأت بوداعة وحفور لغياب الغيوم تأملت ألوثيا ذلك القضاء الساكن الذي أمامها بعيونها الحمراء المنتفخة من قثرة البتاء بعد أن أطلقت العنان لدموعها المستحصية لتخفف ولو قليلا من شجي روحها استهل السكون مخيما على المدينة تاركا للعنان لعويل الضئاب تتردد صداه بين شوارعها وأزقتها على وقع منظر المدينة في الليل انتابها شعورا بالفراغ فأي حض من دافئ تغمر فيه وجهها لتسكن روحها وتهدأ نفسها بدون شك أو أن روحها تكتنز سوقا حزينا في الأحباب إن الفراق المبكر جعل تواقة لطيبة وحنال العائلة فما يصده من سيدتها ينافل ما تحمله تلك الكلمة من معاني والأوروبا من هذا السبب تولد داخلها نجوه نحو الحقب والحيلة إذ أصبح تفكيرها منحصرا في كيفية القرار من بلطين سيدتها شكر خاص لقناة الرفضعين الفضائية وبرنامج فضاءات وهذه هي رواية ألوثيا أرجو أن تستمتعوا بقراءتها الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم اليوم شيء جديد ومختلف يعني يحتاجه الخطاطين وخاصة مختلفين يعني هو نحت القلم المعدني نحت القلم المعدني هو بحاجة إلى جهاز يعني هو دريل يعني صغير ورأس القلم كما تعلمون يأتي مدببا أو يعني قد يسقط على الأرض فيعني يكون فيه مشكلة في هذا القلم لذلك سوف يعني نأخذ يعني كيفية نحت القلم نحت القلم يعني أنا قلمي كبير بديها واحد ميلي أنا قلمي أحب أن يكون شكله جميل نحن بحاجة إلى هذا الدريل الصغير وقد يكون فيه أكبر وقد تستخدم أي دريل وفي بعض المناسبة في بعض المرات يعني يتعذر عليه ذلك في بعض المرات تستخدم القصبة وتلف بالورق السنفرة وتعمل يدويا بكثير من الصبر يعني ستفعله أنا قمت بذلك الآن نشغل الجهاز الآن أثبت الجهاز ونحرك القلم بشكل قوسي بهذا الشكل هذا طبعا شكله في البداية الآن نأخذ هذا الشكل ونحاول أن نكون عندنا تناظر في الجهتين أصبح يعني أكثر نحافة وهذا الشكل العام له يمكن أن نستخدم مقص لقصته أو الكماشة يعني نسميها ولكن أنا سأستخدم نفس الجهاز في نحته ونعم ونعم بواسطة سنفرة من الكبير إلى الصغير يعني سنفرة عريضة ثم أنعم بواسطة سنفرة بحركات مختلفة يعني نسرع ثم أنعم ونجرب الكتابة أصبح القلم زاني أزمل ويعني نجود أكثر ويعني مع التدريب يصبح لديك خبرة أكثر فتبدع أكثر شكرا جزيلا لكم وأهلا وسهلا لكم أهلا بكم من جديد ضيفتي لهذه الحلقة الأديبة والناشطة الأردنية هيام ضامرة فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي أهلا وسهلا بك ست هيام ضيفة على فضاءات وعلى رافدين أهلا وسهلا بك وشكرا لإستضافتك ولعدة مرات الحمد لله كانت إلي زيارات لهذه الفضائية العظيمة حقيقة إنها إلها وجود إلها متابعين متميزين دليل على نجاح إن ضيوفنا متميزون فيكون الجمهور متميز شكرا لك يا استيام وفرصة طيبة أن نلتقي من جديد أو نجدد اللقاء ونطلع على ما هو جديد من نتاجك نعم لكن بودي دائما نحن النهايات الناجحة تكون لها البدايات بداية ناجحة فنبدأ من البداية إنهن نساء أول عمل أدبي لكي صدره عام 2007 نعم وهو مجموعة قصصية وعلى كاهل الرحيل أحدث عمل أدبي وهي رواية صدرت لكي بناتهم أمر نعم نعم يعني صدر هذا العام نعم الرواية صدرت هذا العام على بعنوان على كاهل الرحيل ما بين أنهن نساء وما بين على كاهل الرحيل رحلة طويلة من العناء والعطاء يعني كيف تقيمين هذه الرحلة هل بلغتي ما تطمهين إليها ما زال الطموح أكبر مما تحقق ما بين أول عمل أدبي وأحدث عمل أدبي هو الطموح إن توقف توقف الإبداع أكيد والمبدع بطبيعته متطور أنا بدأت في كتابة القصة يمكن خلال غربتي في الكويت ولم يكن في بالي أن أنشرها سبحان الله يعني لكن كنت طبيعتي بيهتم بالتفاصيل وبيهتم بالدقة والاتقان نعم أنا برسم بكتب بشتغل أعمال يدوية فنية كلها بحب تكون متقنة بصورة لنفسي مش لغيري مش بالضرورة لكن لما وجدت نفسي بعالم الثقافة وأنا بميل كتير للقراءة من طفولتي نعم بدأت أنشر قصصي اللي كنت بكتبها وأخذها من واقع المجتمع أو من واقع حياتي الشخصية أو حياة من حولي بدأت أنشرها في المجلات والشهريات اللي تنشر في الخليج والحقيقة أنا بدأت فعلا لحاجة ماذية لكن يبدو أنه الطريقة اللي بكتب فيها أعجب فيها أحد دون النشر وكانوا عم بدوروا أنه ينشروا لعدة كتاب نعم هن بيستفيدوا من هذا النشر على حسابهم وبنفس الوقت بيستفيد صاحب الكتابات فتصلوا في المجلة وأخذوا منها عنواني وتواصلوا معي وطلبوا مني أنه ينشروا لي كتاب دار النشر دار نشر وجوه اسمه نعم فأكيد أنا انبسطت لأنه كنت عم بمر بحالة تغيير اجتماعي مع وفاة زوجي وتغير دخل الأسرة وبالتالي فيه أمور ماخدة تفكيري أكتر فبعدت لهم المادة توفي عندما كنتوا في الكويت؟ لا لا بعد حوالي عشر سنوات نعم من عودتنا للأردن عام الألفين نعم بـ 18-8 فنشروا الكتاب كانوا متفقين مع 16 كاتب آخر من كل دول العالم العربي مجموعات قصصية طبعوهم مع بعض ونزلوهم الأسواق مع بعض نعم فإذا بتفاجئوا أنه بيجيب أكتر مبيع إنه هن النساء نعم أنا اخترت الاسم وبعتت المجموعة القصصية أنا نفسي تفاجأت في نفسي حقيقة ما كنت أقيم نفسي إن كاتبة وأنا عم باخدها بشكل هواية بقولي صاحب دهر النشر على إنه كان هناك سوداني وكانت قصص قوية لكن اللي جاب أكتر مبيع كتابك صرت أضرب على على الجوجل أشوف رد فعل الناس إذا حدا علق نعم فجأت واحدة بتقولهم يا جماعة أنا اشتريت مجموعة من القصص القصيرة وأحدها واسمها إنه هن النساء وبالرابن إنها لكاتبة مو معروفة إلا أني عبيت دفتر كامل من العبارات اللي هي منزلتها في قصصها جميل فحسيت إنه في تقبل لكتابك هذه شهادة كانت أول شهادة الشهادة التانية إنه أحد النقاد في رابط الأدم الإسلامي أعجب فيها وقدم فيها نقل جميل جدا وتفاجأت بعد ذلك إنه مؤلف كتاب تعلم كيف تكون مبدعا فأنا فكرت حالي أنا اللي بدي أتعلم لأنه لقيت إلي نسخة موجودة في الرابطة نعم فلما قرأته اكتشفت إنه 16 صفحة كاتبها أو 6 صفحات أظنني كاتبهم بس عن مجموعة القصصية إنه خدوها كمثال نعم لهذا الإبداع معناته أنا واصلة وأنا مشعد في نفسي وكمان اتصل في أحد الأكاديبيين اللي بدرس النقد العربي نعم وأخبرني إنه هو استخدم كتابي في مادة النقد فجأت إنه استخدموا القصص والروايات في تعليم النقد فقال لي حتى كتابك وموضوعه بنزل في كتاب سنوي عن الجامعة نعم وقدمه ورقة عمل بهذا الخصوص في مؤتمر دولي نعم رجعت كمان دكتورة أكاديمية في النقد المقارن قدمت دراسة برضو بإحدى قصصي في مؤتمر دولي ودعتني عليه وحضرت صديقتي هي نائب دكتورة ريمة وأدمت مداخلة رائعة جدا يعني الحمد لله كان فيه إشارات جميل هذا العمل الأول أخذ مساحة واسعة من الاهتمام اهتمام النقاد اهتمام الجمهور المتلقي نعم ترجمة قصة من قصصه كيف وصلت القصة إلى لا أعرف حقيقة اتصلوا فيي وقالوا لي إنه بدنا ناخد من كتابي قصة نترجمها نعم ورح تدخل في مجموعة قصصية مترجمة لكل كاتبات الأردن لتعريف المجتمع الأمريك أنت فقط تم انتقائك في هذا الموضوع مهور معك كتاب فيه كاتبات آخر كلهم نساء إذن المقصود فئة النساء نعم للتعريف بأدب المرأة في أمريكا نعم أنت قلت الطموح مفتوح إذا الطموح توقف عند الكاتب كاتب يموت إذن رحلة مليئة بالعطاء والنتاج والنشاط وحضرتك طبعا فاعلة في المشهد الثقافي أنا أراك دائما موجودة في أغلب المنتديات الثقافية ولكي بصمة واضحة أحدث عمل أدبي ونتاج أدبي هو على كاهل الرحيل أظن هذه أول رواية لك أم هناك محاولة كان في رواية أخرى وكانت على وشك الانتهاء بس الرواية لأنني كنت أسافر عند بناتي بناتي كانت واحدة في البحرين واحدة في دبي واحدة في الكويت نعم مرات الرحلة تلف هاي الدول نعم تاخد ثلاث شهور فأخذت معي اللابتوب وكتبتها نعم تقريبا يعني تشرفت على النهاية لما رجعت صحفيدي بطلب مني أنه يلعب على اللابتوب ألعابه فبالغلط ما حل الباسورد اللي بفتح اللابتوب نعم هلأ ممكن الفنيين يفتحوا بدون ما يعملوا فورمات فرمات نعم فكأنه نيسي هو زميل إلي باعتبار ابني نعم وحتى هن بنادو هاي إمك إمك إجاد نعم فحقيقة الشاب كتير خلوقه وأمين نعم لكن بجوز نيسي إنه وأخذ الجهاز قال لي أنا بفتح لك إياه وأعطاله شاب عنده في الشركة هو مدير نعم فعمل له فورمات وراحة الرواية خسرتها يا خسارة فبالوقتها بهذا الوقت أحد الكتاب بقولي أنا كتبت عشرين تلاتين صفحة بس مش عارفك أكملهن نعم ممكن أعطيك إياهن تكمليهن أنت قلت له أشوف لقيته لغته يعني مش مناسبة مش مترابطة مع بعضها نعم فقلت له معلش أنا بدي أبداها من البداية لأنه كانت هديكة خسرتها وراحت نعم فبديتها من البداية بس أنا نزلت اسمه على أنه شريك لكن تقريبا كانت من إنتاجي ليست هذه الرواية هذه الرواية هذه الرواية نعم جميل الرواية تتناول المشهد الموجع لحال المهجرين والمشردين العرب الباحثين عن ملاذ آمن نعم بعد أن أحرقت حروب الفتنة وطنهم أو بحثونا عن ملاذ آمن في البلاد التي هي في الأساس يعني اشتغلت بكل قدراتها الشيطانية ليصنع هذا المشهد الموجع يعني مفارقة عجيبة نعم أنه هذه الدول المارقة هي التي صنعت هذا المشهد المحتدم في الوطن العربي في الدول العربية نعم والمواطن العربي حتى يبحث عن ملاذ آمن يذهب إلى هذه الدول التي هي كانت سبب في اشتعال الحروب والفتنة في بلدانها كم من مساحة أخذ الواقع العربي المؤلم في فصول هذه الرواية الرواية يعني تقدر تقول مساحتها بالسنين نعم ويمكن بالأشهر حسب مقتضيات الترحل هي كانت ليس رحيل واحد ولكن ترحل من دولة إلى دولة نعم الأردن كانت ملجأ للشعوب المتضررة نعم بداية بفلسطين محطة كانت الأردن نعم نعم بداية بفلسطين لبنان سوريا العراق فالأردن بلد صغير ومقدراته الاقتصادية محدودة نعم فحتى فرص العمل يعني كتير صعبة فالشيء طبيعي اللي بيهاجر للأردن يفكر كمان بدولة أخرى يأمن مستقبله مستقبل أسرته خاصة أنه المخاطر استمرت سنين معرضة هاي الدول لشيطنة الاستعمار نعم وكلها لعب استعمارية لها مخطط ولها مقاصد مستقبلية نعم لزرع هذه الدولة العجيبة في فلسطين يمكن كانت أكثر إلاما الحوادث اللي صاحبت هجرة أهل سوريا نعم غرقوا في البحار وتشلوا أطفالهم ونساؤهم نعم وكان شيء مؤلم عائلات اختنأت في تلاجات نعم وكان تركوهم حتى يختنقوا داخلها في درجات حرارة عالية قصص مأساوية كبيرة لدرجة هناك من تجمدوا على الحدود نعم وجدوهم هياكل متجمدة كانت مؤثر هاي الأحداث فأنا يعني كان لازم أتتبع القصص شو بصير شو بأحداث حتى كنت دايما أحط الخارطة أمامي وأتخيل التنقل من الدولة لدولة من المنافذ اللي ممكن يروحوها نعم فهاي المتاهات اللي كانوا يلفوا فيها حتى يوصلوا الدولة اللي هنا حطينها في بالهم نعم عذبات قصوى حقيقة هناك مقابر في أوروبا لا تحمل أسماء ميتينها لأنه ما في أوراق ثبوتية نعم كلهم هاي هجرات غير شرعية يعني لجوء لدولة تتكلم لغة غير لغة العربية نعم لها عدات وتقاليد مختلفة لها مواقف سياسية بالنسبة للعرب ذاتهم نعم وأنت قلت أنهم شيطنوا نفس اللي شيطنوا بلاد العرب هم نعم فعلا اللي دولهم استقبلت المهاجرين عم نسمع هلأ بقصص عائلات عم تفقد أطفالها نعم وهذه أقصى الألعاب إذن توزع الوجع العربي على مساحة فصول الرواية الكرة الأرضية يقول الناقد المصري دكتور سامي ناصف في معرض نقديه وثنائه على أسلوبك في الرواية نشتم من جدار الرواية من أولها إلى آخرها معرفة الكاتبة بأصول كتابة الرواية للخروج بها إلى مجالات الدهشة اللذيذة والفائدة المرجوة دون منح القارئ الحلول للأحداث بل تترك للقارئ المشاركة في نسج النهايات هذا الأسلوب يعني اشتغلت عليه بقصدية أم جاء عفويا يمكن لا خبرة كتابة القصة نعم بتخليني أخذ هذا النمط يعني تلقائي الكاتب لما بكتب ما بيفكر في الناقد أو شو بده كيف راح يشرح النص الناقد لأنه الناقد متخصص في مادته إيه إله يحلل إله قوانين ويقوم عليها نقده لكن الكاتب بيكون متجرد من كل هذا الإحساس فقط في الرواية وطريقة كتابتها هلأ التشويق بدك ترسم التشويق على أنه يعمل عندي المتلقي حالة قبول نعم وتواصل مع القراءة هذه الشيء مهم فيها يمكن حتى أنا النهاية تركتها مفتوحة بشرح بسيط نعم قصدي أنه حتى إحنا بلاد عربية ساخنة باستمرار نعم مستهدفة استعماريا وبالتالي معرضة كل دول العرب لهذه القضايا وراح يكون هناك هجرات على نفس النمط وما زالت بلاد المغرب هجراتها حتى بسبب الفقر ناحية أوروبا كون هون يحلموا في عالم في عدالة مع أنه يعني بعد ما شفنا أنه أين العدالة أن تأخذ أطفال أسرة نعم وتعطيها لأسرة أخرى لا تملك المشاعر نحو هدول الأطفال أنا يعني استشفيت أنه حاجتنا أنه نتعرف هذه الهجرات إلى أين تكون عنصر التشويق يعني جاء بقصدية بحرفية مهنية في الكتابة جميل إذن نكمل بعد الفاصل معذرة استيام معذرة إن شاء الله فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم الجديد في فضاءات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الأديبة والناشطة الأردنية هيام ضمرة أعود إليك استيام كنا نتحدث عن حالة كما قلت تشويق أنه كانت هناك قصدية بحرفية لإغراء الكاتب المتلقي أنه يستمر في القراءة وصنعت حالة من التشويق إذن هذا الاسلوب جاء بقصدية الناقد الذي أعطى ذلك الرأي الذي هو الدكتور سامي ناصف يعود ليعطي رأيا مناقضة لرأيه الأول نعم يعني يقول انفلت عنها بعض الأحداث التي بدت مكشوفة بشكل واضح أضعف الجانب المهم من المشاركة بينها وبين القارئين المتلقين يعني كيف نقرأ هذا التناقض يعني الحياة فيها كثير تناقض شي طبيعي حتى في القصة يكون هناك تناقض لأنه كل حدث أنت بتسرده له حاجته لبيانه أو لتحليله أنا كتبت الرواية هاي قصدت كمان توضيح بعض الأمور السياسية والأمور التاريخية يعني ما توحدت مع أحداث فقط كان الهم كمان بيان القضية بطريقة ما قضية العرب إجمالا بدءا بفلسطين بسوريا بلبنان هي حركات متشابهة مجتمعنا العربي عم يتعرض لها بهذا الوقت الذي اشتد فيه سعير المستعمرين على بلادنا اللي بيقرأها راح ياخد معلومات تاريخية من خلال قراءته إلها نعم فهنا بيصير في عندك حدث يحتاج إلى ربط تاريخي وحدث لا يحتاج تتركه مفتوح للقارئ فمتطلب كان يعني متطلب أنه هنا أتناقض زي ما حكى الدكتور حدث يتناقض مع الآخر هنا أكون في عندي شارحة أتحول لشارحة تاريخية وهنا سرد محكم فعشان لهذا وجد هذا التناقض الدكتور سامي هو أديب متنوع هو خطيب جامع هو شاعر متمكن جدا ناقد قوي جدا ناثر حتى بمستوى يعني أدبيات متنوعة يمارسها بقوة حقيقة نعم فأنا بحترم كتير رأيه إذن هذا التناقض أيضا جاء أفهم أنه جاء بقصدية أنه تلك النهايات نعم يعني لما تكتب عن حدث تاريخي بدك تبين بعض الأمور السياسية بعض الأمور التاريخية بعض الأمور الاجتماعية وتأثيرها على الحدث نعم فلابد أنه يصير فيه شيء من التناقض هو استخدم كلمة بعض يعني مش الكل هو قال بعض نعم فهنا لكل حدث متطلبه يعني هو بالبداية لم يحدد قال الأحداث لكن بالرأي الآخر قال بعض يعني لما قال الأحداث كانت مفتوحة المساعدة ثم قال بعض وربما أنه حتى يكون ناقدا موضوعيا كل كاتب كل شاعر له كل أديب إلا وله هفوات وله ضعف جانب أنا أعتبرها بداية كتابة الرواية يعني كل الأدباء الكبار لهم طبعا نعم يعني مواطن ضعف شعراء كبار لهم مواطن ضعف صحيح هكذا هو سلم الإبداع نمط الحياتي حتى نعم حسب كما قلت نبض الحياة أو نمط الحياة يعني تحدثت أنت بشكل بمرارة عن بعض الأحداث التي أوردتها في الرواية الجرائم التي ارتكبت بحق شعوبنا العربية حالة الهجرة المؤلمة التي غرقة كثير من الأعوائل بحثا عن ملاذ آمن بعضهم مات في كما قلت في الغروف مأساوية أنا يعيدني هذا السرد إلى حالات كثيرة حدثت عندنا في العراق بعد الاحتلال نعم أحد الحالات المؤلمة والموجعة أن مجموعة من الشباب حجزوهم في صهريج في الصيف اللاهب نعم وأكاد أجزم أن أعلى درجات الحرارة في الصيف في العالم تكون في العراق صحيح في الصيف اللاهب حجزوا مجموعة اعتقلوا مجموعة من الشباب الميليشيات والأمريكان معهم اعتقلوا مجموعة من الشباب من الشباب العرب السنة وحجزوهم في صهريج فارغ في صيف اللاهب وغلقوا عليهم الصهريج حتى ماتوا اختناقا لأنوا استنفذوا كل الأجزاء موجود وماتوا اختناقا في هذا نعم وبعضهم دفنوا أحياء بعضهم كانوا جرحة لم يفارقوا الحياة ودفنوا في مقابر جماعية مآسي كثيرة حقيقة من هذا النوع هذا السرد الذي طرحته حضرتك عادني إلى جانب من هذه المآسي اللدينا في العراق وطبعا بعض العراقيين أيضا حاولوا الهجرة إلى تلك البلاد ومنهم من غرق منهم من مات من البرد في بعض الغابات بين بلدان بين تركيا وبولغاريا تناولتها الصحافة لكن بعد فوات الأوام هذه الدول تعاملت بقسوة ورغم أن تفتح أبواب أحيانا للهجرات وأحيانا تغلق وتكون قاسية تتعامل مع مع العرب بالذات مع المهاجرين لا تعرفين حقيقة ما يعني كيف نفسر هذه المرونة في فتح الأبواب إلى بعض المهاجرين والقسوة الأخرى التي تناقض هذا العمل يعني يعملون فوق أجندة معينة ما هو دراستنا للتاريخ الأوروبي كمان طبيعة عندهم طبيعة عنيفة جدا حتى على أنفسهم الحرب العالمية أماتت ملايين معروف نعم ولم يكن يد المسلمين فيها لا الأولى ولا الثانية أبداً يعني قتل ملايين من البشر واليابار نفس الشيخة قتل ملايين ولم يكن نعم المسلمون طرفاً لا في الحرب الأولى ولا الثانية المسلمين طبيعتهم ليس بالعنف الذي يصفوه فيه نعم هي حركة أو ثقافة استعمارية هو السهداف نعم السهداف الإسلام السهداف الإسلام والعروبة العروبة لأنها حاضنا الأولى للإسلام فستهدفت أيضاً مع السهداف الإسلام السهداف اللغة العربية لأنها لغة العقيدة واللغة الدين حضرتك منا المؤسسين وترعسين جمعية سماء الثقافة وقد قطعتم شوطا طويلا في مسيرة هذه الجمعية من النشاطة الثقافية على مدى سنوات منذ التأسيس يعني الآن أسأل وأنا حضرت لكم قبل فترة انتخابات للجمعية ولي الشرف والسرور ومهنو جدا سعدنا بوجودك وإطلاعك ضيف الشرف ومؤازر لهذه الجمعية ولنشاطاتها التي اعتزوا بها الآن سؤالي أين مكانت الجمعية في خارطة المشهد الثقافي الأردن؟ من حمد الله يعني عمر الجمعية ليس بالكبير سبع سنوات استطاعت أن تجد أو تضع لها موقع رئيسي في المشهد الثقافي لدرجة في مقابلة لنا مع مزارة الثقافي قالت أنا أتابعكم ودقت على الخشب على النشاط الذي نقوم به نعم يعني حتى في الإمكانات المالية عمالها تحد من نشاطنا كثير لكن عم نقدم أنشطة متنوعة وجديدة على المشهد الثقافي نحاول فالمحاول طبعا تنمى في إخلاص نحو العمل في أداء كويز في إنجاز متميز نعم فالحمد لله أنا بعتبر نجاح سماء الثقافي ومعرفة الناس فيها لدرجة بسمع دائما أنه إحنا بس نسمع لسماء الثقافي النشاط منحب نحضر لأنه منحسه مختلف على الأنشطة الأخرى هاته شهادة طيبة نعتز فيها وهدف سامي إحنا اشتغلنا عليه نعم فأنا راضي عن الوضع الوصلت إلى جمعية سماء الثقافي بالمشهد الثقافي وقلنا حراك كبير فيها وأنجزنا إنجاز طيب يمكن بالفترة الأخيرة أنا تعرضت للسقوط يعني قضيت فترة طويلة بالمرض من أثر هاي السقطة السقوط تعثرتي على سلم نعم لأن السقوط إحنا أنت أخذ معنى آخر سقوط البلدان والمدن والاحتلالات فالمهم أنه بنفس الوقت دخل أمين السر تعثرتي على السلم بالضبط كانت ما بعرف شو بنسمي غير التعثر خليها تعثر بنفس الوقت دخل أمين السر في غيبوبة السكر وبعدين توفى رحمة الله بنفس الوقت يعني فوز الخطبة فوز الخطبة رحمة الله عليها الله يرحمه ويتغمد روحه جنات النعيم نعم يعني خفت نشاطنا لكن وأنا حتى وأنا مريضة كنت أتواصل مع مؤسسات الثقافية وأشارك معها حتى أضمن إنجاز جيد مثلا عملنا مؤتمر وأنا مريضة بالفراش ما حضرته لأنه ما بقدر أخرج من بيتي نعم عملنا مجموعة كبيرة من الأنشطة المشتركة الحقيقة نظام الشراكة نظام أنا بعتبره نظام إيجابي في تنمية الثقافة وفي رفع مستواها جميل جميل البدايات رسمتها مجموعتك القصصية التي تحدثنا عنها في بداية الحوار إنهن النساء ثم انتقلت إلى تجربة النصوص تجربة النصوص الناثرية ومنها قمريات هامسة قمريات هامسة هو إحنا يعني خيال الكاتب بلعب بأمور كثيرة بما فيها أنا استخدمت انطاق أو ألسنت القمار وأنت تركت العنوان بدون تشكيل بدون حركات ممكن أن تقرأ قمريات لأن القمرية هي الحمامة لكن عندما طلعت وقرأت النصوص كل النصوص فيها مع القمر نعم إذن هي قمريات هامسة النقاط أعطوا لعملك الأول حقه في النقد والثناء ونال مكانة مهمة في ذائقتهم هذا النتاج الجديد وهذا اللون الجنس الأدبي الجديد النصوص النثرية أو ما يطلق عليها قصيدة النثر هل نال من النقد والاهتمام والثناء كما نال العمل أنا ما أطلقتها للجهور لحد الآن وأنا صار إلي ثمن كتب ومع ذلك لم أحتفل بأي كتاب بشكل رسالي لكن كتاب صدر طبعاً طبعاً نعم لكن ما وزعته بالقدرة اللي مثلا توزعت فيها أنه هنا النساء أنه هنا النساء كان أول كتاب وأنا اشتريت بالفلوس اللي دفعوا لي إياها عدد كبير من النسخ وكلها توزعت وتركت أثرها هلأ إجمال القصيدة النثر ما إلها هذه القوة من نفس قوة قصيدة العمودية وأثرها ولأنها أخذت طابع ضيق اللي هو محاكاة مع القمر نعم فتخيل أنها ما بتعطي هداك الأفق للكاتب أو للمتلقي النصوص أنا قرأتها نصوص جميلة نصوص جميلة ندية يعني فيها أنا أعتبرتها فيها فلسفة مساحة رومانسية عميقة نعم فيها فلسفة شوي بعدين اشتراك القمر في كل النصوص هذا مهم جداً أنه تناغم العنوان مع كل النصوص بحيث أنه كل نص أقرأ أجد ذكر للقمر ومناغات أو مناجات للقمر بالضبط فهذا ممكن أنه يعني يشكل عامل جذب عامل إغراء للقارئ لو أنك أطلقت الكتاب إلى المشهد نعم يجوز ذلك لكني فعلاً ما أطلقته ولا توزع بالقوة التي توزع فيها باقي الكتاب يعني باب خوف من النقد أو من سدنة القصيدة العمودية من يحكمون على النص النفري بال هو للأسف هاي كمان نقطة مهمة بقسوة كاتب القصيدة المعروفة القصيدة الشعرية بقيمتها بالوزن تبعها غالباً حكمهن على النثر حكم سلبي لأنه مع أنه هذا النوع أدب جديد الكاتب يطلق كتابة إلى المشهد أنا لم أسمي قصيدة أي نص قصيدة هو نص نصوص ناثرية نعم نصوص ناثرية لو أن آخر طرقت بابه في مسيرتك الأدبية وهو المقال الأدبي أو الخاطر فأتحفت المشهد الثقافي بباقة من نصوص ناثرية أيضاً ندية بنفس حواري حملت روح الخاطرة ضمها كتاب حروف وأوشام على همس هو حروف وأوشام الرئيسي على همس المواجد الأنوان الأوشطة الثانية من الأنوان على همس المواجد في قالبها سرد مشاعر إنسانية عميقة ورأيت أنها كتبت في مراحل مختلفة هي مقالات بالغالب أو دراسات لأنها كتبت على مراحل مختلفة سنين متعددة نعم أنا بكتب المقالة وبدأت في نشر المقالة من عام التسعين نعم حين عدت إلى الأردن ومرأت علي مقالة عن الأنساب للكاتب محمد سلام جميعان نعم فأثارتني أنه فيها مغلطات كتير فكتبت فيها تفسير وشرح على معنى الأنساب وأنه اختفاء الأنساب شيء لا يمكن يحصل خاصة نعم بعض الأسر اللي كان اللي دخلت في الحكم اللي دخلت في السياسة اللي دخلت في العلوم بقيت أنسابها متداولة نعم وبالتالي لا تغيب الأنساب فهو كان يوصف أنه ما حد يعرف نسبه ولا حدا بقدر يرجع فكان يعني تناولت مقالته بالرد نقطة فنقطة فنقطة نعم أنا ما كان عندي خبرة بالمقالة كيف مفروض تكون فكانت مقالتي أربع صفحات كذبت بعفوية نعم بعفوية وطويلة جميل إذن أنا الحدث الذي تولد لدي أنه هذه النصوص كتبت على مراحل مختلفة إذن حدثي في محله حسب المواضيع التي تترني بلحظتها نعم يعني في عندي مقالات سياسية نعم بس ما إلها مجال بهذا الكتاب ما دخلت منها شيء حين الحمق يصبح مطلوبا يعني عنوان أثار فضولي حقيقة في كتاب اعتمال على ذرة المقال يعني هي هذا الكتاب ضم مجموعة من المقالات كان هذا عنوان أحد المقالات أحد المقالات في هذا الكتاب حقيقة يعني أنا أعتقد عندما قرأت عيوان أنه مطلوب أنه الشخص نفسه يمارس عملية الحمق لكن اكتشفت لا أنه نقد لشخصيات كثيرة أخذوا مناصب نعم وهم حمق يعني حقيقة كثير في شخصيات تبهرك من الخارج نعم بس تجلز منها بتلاقيها يعني فارغا وكأنه الحمق أصبح مطلوب مطلوب معي التوظيف يعني شكرا لك الأديبة والناشطة الأردنية هيام ضمرة على هذا الحوار الجميل ونتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح والتميز شكرا لك شكرا لك شكرا لإذاعة الرافدين أو فضائية الرافدين شكرا لكل هذا الترحيب اللي وجدته منكم بارك الله بك وأتمنى أن نكون أمللنا مستمعا هذا ما نرجو بلعكس بلعكس أنت مبدعة وناجحة وتستحقين كل الاعتفاء شكرا لك هيام ضمرة شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة